بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني والقضاء العلى القاضي فأقازد الإجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال والقبض على المتهمين الهاربين داخل وخارج العراق قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان إن سيدان استقبل السودان في مكتبه تم التطرق إلى آخر التطورات في قضية استرداد الأموال المهربة والمنهوبة بالإضافة إلى إعادة الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في إعادة من الدول